اهلا بك اللا تعلم منانا انا احد الشخصيات الكارتونية التي صممني الذكاء الاصطناعي يسرني تواجدي هنا لشرح لك طريقة عمل فيديو انيميشن لتستطيع الربح منها في مجال الانترنت فهو مطلوب جدا في سوق العمل اما الان سوف اقدم لك اخي العزيز للشرح لك ما هو للذكئ للصطناعي تفضل اخي العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد ازاي تقدر تنشأ انيميشن الفيديو انيميشن انت محتاج برامج كتيرة ومحتاج رسامين ومحتاج خبرات في المجال او طبيعات انت مش هحتاج كل الكلام ده انت كل ده هتصمموه عن طريق الزكاة الاصطناعي ومن خلال موقعين في الفيديو ده هتقدر تصمم انيميشن احترافي جدا تكلفة الانيميشن بالثواني يعني فيه ناس تقولك 30 ثانية من انيميشن بمعدل مثلا 200 دولار او 300 دولار 30 ثانية بس لكن انت تقدر تعمل انايميشن من غير بقى اي علامات مائية من غير اي حاجة تدايقك في الفيديو الفيديو ممكن ينزل كمان بجودة اي بكي مش فوركي كمان اي بكي وعندك الفوركي وعندك الاتش دي لو انت عاوز بس يلا ميناك هنا نشوف الشرح معنا علشان ما اطولش فيه اقدمت الفيديو مع بعض دلوقتي نفتح الموقع اللي قدامك ده والموقع ده الفكرة كلها انك بتبحث عن اي صورة امت عاوزها وبيبدأ يقترح عليك الصور دي او الشخصيات الشخصية مسلا والمفترض ان انا هكتب كارتون كاركتر فيس اللي هو شخصيات كارتونية او وجوه شخصيات كارتونية مجارب بس ما بضعت على كلمة سارش كده بلاقي شخصيات كتيرة هنا بتختار اي شخصية منهم انت عاوزها بحيث من هي تطلع في فيديو انيميشن تتكلم وتتحرك او تقول المحتوى اللي انت عاوز تكتبه او السكريبت اللي انت عاوز تكتبه مسلا انا هختار الصورة دي زي ما انت شايف كده بضغط عليها ضغطة كده وبشوف اي اختيار انا عاوزه وانا افترض مسلا ان انا هختار الاختيار اللي قدامك ده وبضغط على كلمة سيف او حفظ للصورة هنا تبدأ الصورة معايا تتحفظ على جهاز الكمبيوتر طب من هنا المفروض علي ان انا اعمل ايه بابدأ اشيل الخلفية اللي ورايه الاهم حاجة في الصورة ان انا لازم اشيل الخلفية اللي وورايه بضغط على الصورة كده بروح على موقع اسمه كنزة وببدأ ارفع الصورة من هنا وبقول له تعديل على الصورة ومن هنا بقول له هنا حاجة اسمها مزيل الخلفيات مزيل الخلفيات دي بيقدر يشيل الخلفية اللي ورا دي يعني لو كنت اضغط ضغطة كده هتستنى شوية على الصورة وبيبدأ يشيل الخلفية اللي ورا الصورة اللي هنا كمان زي ما انت شايف كده الفيديو خلاص اتعامل ازال الخلفية اللي ورا من هنا بقى بتروح عندك على كلمة هنا العناصر وبتكتب حاجة اسمها كرومة خضراء بتدور على اي كرومة خضراء بتضيفها ورا الصورة تعالوا بنا كده نشوف مع بعض ونفترض ان انا اختار الكرومة دي وهبدأ اقبرها كده بالشك ده كده واقول له تانا ومن هنا بقى ننزل بقى الصورة كده انا خلاص انا عايز انزل الصورة بتاعتها بضغط على كلمة تنزيل هنا وبقول له عندي جميع الصفحات المهمة بس تتأكد ان هي بصيغة اهم حاجة تتأكد ان هي بصيغة وتروح عندك على جميع الصفحات بتحدد الصفحة رقم 18 اللي هنا وبتقول له هنا تم وتستنى شوية لحد ما كلمة تنزيل دي تظهر معك طيب بعد ما تظهر معك كلمة تنزيل الصورة هتنزل معك على الجهاز زي ما انت شايف كده هي نزل ابتداء معنا خلاص على الجهاز اها تمام برجع تاني للموقع اللي قدامك ده كده موقع اسمه دي اي دي مجرد بس ما تيجي تدخر على الموقع بتضغط على كلمة تبدأ تصمم فيديو او تبدأ تنجي فيديو ازاي عندك بيدي لك هنا الكتير كتير او من افاترات انت تستخدمها او الشخصيات الحقيقة لكن انا هستخدم الصورة بتاعت اللي انا نزلتها عندي على الكمبيوتر بتضغط على كلمة هنا وبتروح عندك على داوندود وبتضغط على الصورة بتاعتنا اللي هي وراها كرومة خضرة وزي ما انت شايف كده اذا الكرومة وهذه الصورة اضافهم عندي في الموقع بتاعي طيب دلوقتي المفروض علي ان انا نعمل ايه بروح عندي للسكريبت او الحاجة اسمه هنا وبتروح عندك اول حاجة بتكتب هنا السكريبت او الكلام اللي هيقوله الافاتار او الانيميشن اللي انت صنعته هنا بتختار اللغة والصوت كمان طيب المفروض علي ان انا نعمل ايه بختار الاول اللغة وبعد كده بخلي اللغة بتاعي باللغة العربية هطلع فوق كده شوية ودور على حاجة اسمها هنا ارابيك ايجيبت بعد كده بختار هنا الصوت بيبقى صوت زكر مثلا او زوت راجل بعد كده بختار هنا عندي الاسكريبت اللي انا هضيفه انا كنت مجاهز كده بيتكلم عن تقنيات الزكايا الاصطناعي يعني ايه هي الزكايا الاصطناعي وتعريفه هيبقى نضيف الاسكريبت ده هنا بالشكل ده كده تمام خلاص كده بضغط على كلمة كريت فيديو انت بقى يشوف انت حابب تضيف اي اسكريبت لو انت مثلا معاك اي حاجة او اي كلام انت عاوز تقوله باللغة العامية او باللغة العربية الفصحة او محتوى حتى اجنابي تقدر تضيفه عندك في الاسكريبت ده طيب دلوقتي قال لي الصورة جاهزة خلاص بضغط على كلمة اللي هو خلاص توليد اه الصورة او توليد الفيديو بتاعنا المفروض علي بقى ان انا بستنى لحد ما يتم انتهاء اه تحميل الصورة بتاعتين او الفيديو بتاعي وزي ما حضرتك شايف كده اذا الفيديو خلاص تم الانتهاء بتضغط على كلمة بلاي هنا او تشغيل ويبدأ هو يقولك انا هشغلك الفيديو وتشوف بقى هيتكلم هيقول ايه زي ما نشاف الانيميشن او الابطار اللي احنا عمدينه هنا بيتكلم وبيتحرك شايفه كمان طيب المفروض بضغط على كلمة ده واللود علشان يبدأ ينزل على الجهاز بتاعي وهبدأ بقى من خلال الكروم اللي انا عملها ابدأ اغير الخلفية عادي جدا بروح اجيب الفيديو اللي انا كنت عامله كده وبعدين بضيفه هنا بالشكل ده كده اذا كده الفيديو بروح عندي على كلمة افكت واكتب هنا كي علشان بقى اشيل الكرومة اللي وراي هنا مجرد بس بروح الترا كي بنزل تحت كده شوية وباشيل الكرومة دي تمام بعد كده هنا بخلي في مسافة بين الصوت وبين الفيديو بتاعي وارجع تاني كده للصور اللي انا عمل منزلها بعد ما يرفرش كده وروح اخذ اي صورة من الصور دي بابدأ اخليها بالشكل ده كده ومن هنا ناجئ اشغل الفيديو يبدأ الفيديو ينزل معايا بشطريقة دي كده الذكاء الاصطناعي يمكن القول بانه مجال في علوم الحسوب والذكاء الاصطناعي يهتم بتصميم وتطوير الانظمة التي تتعلم وتتطور بشكل ذاتي وتتفاعل مع البيئة المحيطة بها كده انا قلتلك ازاي تقدر تعمل فيديو انيميشن من خلال معاقع على الذكاء الاصطناعي ممكن تطلع بيها محتوى على اليوتيوب من غير ما تظهر حتى بصورتك وبتقدم محتوى بالافاترات او الانيميشن ده ياريت لو عجب الفيديو من تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس ولو احتاجت اي حاجة تقدر تتواصل معايا في الفيديو او تتواصل معايا في الكومنت هرد عليك ان شاء الله واشوفكم في حلقة جديدة ومع السلامة شكرا